وقد تأهل منتخب البحرين الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأسواية المقامة حالياً في مدينة هانكونغ الصينية إثر تفوقه على منافسه منتخب اليابان في الدور نصف النهائي وحسم المنتخب البحريني مواجهته لمنتخب اليابان في الدور النصف النهائي من منافسات رياضة كرة اليد في دورة الألعاب الأسيوية وتفوق بنتيجة الثلاثين مقابل ثمانية وعشرين لواصل رحلته القوية وبات على مسافة خطوة واحدة فقط من التتويج بالميدالية الذهبية أو الفضية وتسعى بعثة البحرين التي تقدم مستوى كبيرا في الألعاب الأسيوية الحالية حتى الآن لرفع عدد الميداليات إلى اثنتين عشرة ميدالية إذ سبق وأن حققت ست ميداليات ذهبية وميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية حتى الآن وتتصدر البحرين قائمة العرب المتوجين بالميداليات